قلت لكم من يوم الأربع اللي فات انه أندية الدرجة التانية معترضة جدا على فكرة النظام الجديد لدوري الدرجة التانية اللي هيبدأ من الموسم بعد القادم اللي هيبقى فيه 18 فريق في مجموعة واحدة أندية بحري والإسكندرية اعترضت على هذا الأمر وعليت رفضها تماما لطلبيق دوري المحترفين من الموسم بعد المقبل وده في الاجتماع اللي تم بين أندية بحري والإسكندرية مساء السبت قالوا فيه أن النظام الجديد بيقضي على الأندية الشعبية في الخمس سنوات المقبلة رؤساء الأندية اتفقوا رؤساء الأندية في المجموعة السلسة اتفقوا على الدعوة الجامعية عمية غير عادية وذلك لسحب الثقة من اتحاد الكرة من أعضاء اتحاد الكرة في حالة إصرار اتحاد الكرة على تطبيق دوري المحترفين ركز معايا حاجة خطيرة جدا حاجة خطيرة جدا أندية دي لو اجتمعت وعملت جامعية غير عمومية ممكن بالأغلبية تسحب الثقة من أعضاء اتحاد الكرة المصري أنا رأيي أنا رأيي بعيدة عن أزمات والمشاكل والكلام ده كله لازم اتحاد الكرة يقعد مع الأندية ويتكلم معاهم ويقول لهم وجهة نظره ويقول لهم المكاسب اللي هيخدوها من هذا الدول سواء فنية أو مادية عشان يبقى الأمور جيدة لو ما حسوش الأندية دي أنهم ليهم أي مكاسب فنية أو مادية بخصوص هذا الأمر أو بخصوص هذا التعديل ممكن نعدل تاني ما فيش مشكلة احنا بنعدل على طول بنعدل يعني طول الوقت بنعدل بسيطة يعني